شاهدين في عالم يشهد تحولات متسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتغير المناخ يثار السؤال حول إمكانية استخدام هذه التكنولوجيا لمكافحة التغيرات المناخية شركة جوجل التي تقود السباق في هذا المجال أعلنت عبر مكتبي الاستدامة التابعي لها سعيها لتسخير الذكاء الاصطناعي وتطوره السريع لخفض الانبعاثات العالمية بنسبة تتراوح بين خمسة وعشرة في المئة بحلول العام 2030 وهو ما يعادل تقريبا جميعا بعثات الاتحاد الأوروبي تقول الشركة أن الذكاء الاصطناعي يسرع جمع البيانات بيانات المناخ وتحليلها وبالتالي إجراء تنبؤات أكثر دقة حول التغيرات البيئية المحتملة ما يوفر فرصة هائلة للشركات ومشرعي السياسات والأفراد الناشطين في المجال المناخي على الاستجابة بشكل أفضل للأحداث المناخية المتطرفة وقد بدأت جوجل بالفعل بتطبيق رؤيتها حيث تقول أن فريقا تابعا لها طور نموذجا هيدرولوجيا عالميا يتيح التنبؤ بالفيضانات قبل سبعة أيام من وقوعها وتنشر هذه المعلومات عبر منصة فلودهوب كما تضاف أيضا إلى تنبيهات SOS في محرك بحث جوجل وخرائط جوجل هذه التكنولوجيا متوفرة في أكثر من ثمانين دولة حول العالم وتخدم أكثر من أربعمائة وسبعين مليون شخص في حين أن الهدف المقبل للشركة هو توفير هذه الأدات في جميع الدول لتمكين السكان من الاستجابة بشكل أفضل للكوارث وتجنب الضرر كذلك أشارت الشركة إلى أنها أسست لتعاون مع شركة أمريكان أيرلانز لتسخير الذكاء الاصطناعي في فهم وتقليل انبعاثات الطائرات ويتضمن ذلك أيضا تحليل الصوري صور الأقمار الصناعية لفهم تأثير درجات الحرارة ومستويات الارتفاع وأنماط الطقس على انبعاثات الطائرات معنا لمناقشة هذا الموضوع وهذا التطور من نيويورك رئيس قسم التكنولوجيا في المجتمع في جامعة ستوني بروك كلاوس مولر ومعنا من واشنطن أيضا الخبير في شؤون المناخ والسياسة البيئية نيكولاس لوريس أهلا ومرحبا بكم أبدأ معك سيد كلاوس وإلى أي مدى بالفعل يمكن أن نستفيد من الذكاء الاصطناعي في مواضيع لها علاقة في البيئة والتنبؤ بتغيرتها شكرا لهذه الفرصة من المثير للاهتمام أنك تشيرينا إلى جوجل هناك مشروع آخر لجوجل هو جوجل جرين لايت وهو مشروع يدير الطرقات الأساسية في المدن الكبيرة وإشارات السير وكلما يتوقف المرء ينبعث الكثير من الكربون من السيارة ومع عدم اتساع رقعة السيارات الكهربائية إذن جوجل يقوم بإدارة إشارات السير وينسق بينها لكي يكون هناك الضوء الأخضر المسهل إن نصف الانبعاثات الكربونية في المدن تنبثق عن توقف السيارات عند إشارات السير وذلك أيضا حسب الوقت في النهار المحدد يمكن زيادة الانبعاثات أم يمكن رؤيات انخفاضها إذن إنه ابتكار مهم لأنه يساعد المرء على مكافحة التلوث ويسرع ضفق السير في المدن وهو فوز للجميع هو فقط نموذج لاستخدام الذكاء الاصطناعي في هذا المجال نعم أتحول إلى سيد نيكولاس وحضرتك خبير في شؤون المناخ والسياسة البيئية كيف يمكن للمناخ أن يستفيد من الذكاء الاصطناعي وهذه الدراسات المتعلقة بالبيئة والتغيرات المناخية التي تطرأ نتيجة للاحترار هناك طرق جمع يمكن الذكاء الاصطناعي أن يساعد من خلالها المناخ والبيئة وتأقلم مع تغيير المناخ لقد ذكرنا جمع البيانات وتحليلها فمثلا نتأكد بأن المباني هي متناسبة مع اقتصاد الطاقة وأيضا يفيد خفض الانبعاثات نستخدم هذه البيانات لكي نفهم ماذا سيطرأ تقس شديد وقاس وأيضا يمكننا استعانة بها لتقليل من إمكانية حدوث حرائق الغابات وأيضا مساعدة في أعمال الإغاثة إن الذكاء الاصطناعي يساعد من خلال جمع البيانات وتحليلها وخفض الانبعاثات والتأقلم وأيضا التوصل إلى زراعة تتأقلم مع المناخ وتصمد فيه وهذا يساعد في الاقتصاد ويساعد في خفض الانبعاثات الذكاء الاصطناعي قد يغير اللعبة في كل حقول الصناعية التي ينبثق عنها انبعاثات كربونية نعم أواصل معك سيد نيكولاس وهذا الذكاء الاصطناعي وتأثيراته التي تتحدث عنها وهي إيجابية من وجهة نظرك من ناحية البيئة هي من أجل تسريع الاستجابة للتطورات البيئية مثلا للفيضانات طريقة الاستجابة تقليل من المخاطر أو ربما يمكن استفادة منها لمنع بالأصل أن تحدث مثل هكذا كوارث بيئية نعم أنت محقة وهذا أثبت نجاعته بالنسبة للفيضانات وللعواصف والحرائق الغابات والعواصف الشديدة وهي لأحوال التقص القاسية والتي تنبثق عن التغير المناخي قد يمكن للمرء التنبؤ بها وقد نعرف المنطقة التي ستطالها هذه الحوادث ويمكننا قيام بعمليات الإجلاء للسكان ووضع البنية التحتية لخفض تأثير هذه العواصف طبعا هناك أيضا هدف خفض الانبعاث ولكن الذكاء الاصطناعي أدات هامة جدا لخفض التكلفة الاقتصادية والتي تتأتى عن هذه الحوادث في التقص نعم أعود مرة أخرى إليك سيد كلاوس وهذه التقنية الجديدة أو التكنولوجيا الجديدة التي تعتمدها جوجل برأيك إلى أي مدى يمكن بالفعل أن يكون لها تواجد أكبر نحن نتحدث الآن عن دول عن أكثر من ثمانين دولة حول العالم يمكن أن تستفيد منها ولكن السعي لأن تكون متوفرة في كل العالم ما مدى السرعة برأيك من أجل أن يتم تحقيق ذلك على المستوى العالمي لكي يستفيد منها أكبر عدد من العالم ومن الدول إن أفضل ما يقدمه الذكاء الاصطناعي هو إمكانية مشاركة المعلومات عبر الإنترنت ولا تحتاجين إلى إرسال شيء إلى الدولة الأخرى يمكن إرسال البيانات عبر الإنترنت واستخدام أجهزات الاستشعار وجمع الكثير من البيانات وإرسالها عبر الساتيليت والأقمار الصناعية هي مورد يستفيد منه المر عندما تتوفر شبكات الإنترنت علينا فقط تسخير هذا المورد هذه الناحية الإيجابية للذكاء الاصطناعي ما ضرورة سيد كلاوس أن تستجيب الحكومات لمثل هكذا تقنية لمثل هكذا تكنولوجيا لها علاقة بمستويات الحرارة ولها علاقة بالتلوث وربما بعض الحكومات قد لا يكون لديها نفس الاهتمام فيما يتعلق بالتغيرات المناخية فيما يتعلق بالتحول نحو الطاقة النظيفة وغيرها من قضايا ذات أهمية كبيرة بالنسبة للتغيرات المناخية التي تطرق أظن أن التغيير المناخ يؤثر على كل الناس وإن الدول التي تتسبب بهذا التلوث لا ترى هذه النتيجة مثلاً هناك دول مثل دول أفريقية تتأثر كثيراً فهو من مسؤولية الولايات المتحدة أن تتشارك في هذه الموارد مع هذه الدول الأخرى لكي تخفض من وقع هذه التأثيرات ومثلاً كلما تقدمت الهينت تكنولوجياً يجب أن تستفيد من هذه الموارد وكل ما يربطها بمسألة انبعاث ساني أكسيد الكربون وغيرها من الملوثات هذا في مصلحة الجميع أعتقد أن على الأمم المتحدة أن تؤكد على ضرورة إقامة بنية تحتية ولوائح تنظيمية لهذه المسائل نعم سيد نيكولاس إذا جئنا على ذكر ما يتعلق بسرعة الاستجابة للكوارث وتقليل من آثارها وغيرها من قضايا ربما تكون من الناحية السلبية إذا أردت أن نتحدث معك على الناحية الإيجابية وقلت بأنه ربما يكون هناك زيادة في المنتوج ربما يكون هناك تحسين مثلا من الناحية الزراعية حدثنا عن أهمية هذه التكنولوجيا والذكاء للصناع في تحسين الناحية الإنتاجية خاصة بالنسبة للسياسات البيئية هناك طرق متفرقة بالإستفادة من البيانات فيعرف المرأة أين يزرع المحصول المحدد إذا نظرت إلى الابتكارات التي رأيناها في القطاع الزراعي قد حققنا ذلك ويمكن لذكاء الإصطناعي أن يعزز من إمكانية جمع بيانات خاصة بالتربة وأيضا بالتحليل العلمي ومن أجل التواصل إلى محاصيل قادرة على الصمود أمام ارتفاع درجة الحرارة وغيرها من المؤثيرات فهذا سيساعد المزارع على رفع إنتاجية المحاصيل وعلى رفع القدرة على توفير الغذاء للعالم نعم شكرا لضيفنا من واشنطن الخبير في شؤون المناخ والسياسة البيئية نيكولاس لوريس وشكرا أيضا لضيفنا من نيويورك كلاوس مولر رئيس قسم التكنولوجيا والمجتمع في جامعة ستوني بروك شكرا جزيلا لكم